لا صوت يعلو فوق صوت منتخب مصر بكرة ان شاء الله بإذن الله في الساعة السامنة مساء يلتقي منتخبنا الوطني مع منتخب النيجر بعد كأس العالم ارجو ان ننسى كأس العالم ومضارف كأس العالم ومشاكل كأس العالم خلاص مرحلة وعدت وزي ما طول عمر بقول احنا احسن شعب في العالم بينسى لكن بننسى عشان بلدنا وعشان منتخبنا اختيار اتحاد الكورة للمدرب مستر اي جيري كان عليه لغط ولكن خلاص استقرت الامور فبالتالي احنا ليس لنا تعليق على اي شيء الا مساندة المنتخب الحاجة المهمة اللي انا عايز اتكلم فيها برضو حتة محمد صلاح يعني الحمد لله بعد ما وصل محمد صلاح وصل بما يليق بنجم كبير زي محمد صلاح الامور كلها انتهت الاحتفالية اللي اتعاملت محمد صلاح اكيد اكدت او زوبت حاجات كتير كده او اذابت حاجات كتيرة زيارة معالي الوزير اشرف صبحي للمنتخب والمهندساني بابوريدا والجلوس مع صلاح اعتقد انهت كل حاجة وهنا يمكن كنت باتكلم مع مصطفى واحنا جايين في الطريق مصطفى ابني طبعا يعني على محمد صلاح لازم ينسى ولازم يعمل لا اتقوله ادرش محمد صلاح بقى لعيب بروفيشنر لعيب محترف مش هيفكر في المتاهات والحاجات الصغيرة دي انتهى خلاص بقى اللي تعب محمد صلاح حيث تبقى عدم الوطنية والناس اللي بتتكلم محمد صلاح ما يجيش تاني لا 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 الحمد لله ابناء هذا الوطن المخلصين من ضمنهم محمد صلاح انا مش عايز اتكلم في المنتخب كتير لان انا معايا نجم من العار التقيل وزميل ملعب وزميل منتخب وزميل تختة وزميل كل حاجة كل حاجة في الحياة كابتنك كبير وكابتن نادي زمالك وكابتن مصر فاروق جعفر فانا مش هتكلم في اي حاجة في الكورة الا لما يدخل زميل وصديق العزيز اللي مشرفني النهاردة كابتن فاروق جعفر انا عايز اقول لكم اخبار منتخبنا الوطني النهاردة المنتخب بالتقريب يعني زي ما بقولته العمري قال له الحق الاصيل في التشكيل هو المدير الفني لكن الاعداد اكتهت وجاب لنا شبه التشكيل لكن تسعين في المية منه هو ده الصح استقر خفير اي جيري المدير الفني المنتخب الوطني على التشكيل الذي سيخد مباراة الفراعن امام نايجر غدا في التصفيات حراس المرمى محمد الشناوي هنا برضو لازم اقف عند محمد الشناوي الناس بتتكلم ان محمد الشناوي كان وحش في ماتش اللي فات مع النادي الاهلي شيء طبيعي احنا مش هنلعب طول عمرنا كويس لازم مرة فوق ومرة تحت لكن هو مواصفات لعب دولي مواصفات لعب دولي خط الدفاع عيمن اشرف وعلي جبر وحمد حجازي وحمد المحمدي خط الوسط طارق حامد ومحمد النني ومحمود ترزيجي وعمر وردة الهجوم محمد صلاح وصلاح محسن وهنا عايز اقف عند صلاح محسن زي ما كان بيكلمني الشباب هنا معايا في الاستوديو ان صلاح محسن كان الاحق من مروان محسن وقال لتنين محسن الحمد لله فيه كأس العالم لكن دي يا جماعة زي ما تعودنا دي اختيارات مدربين والمدير الفني هو المسؤول واعتقد ان احنا يعني الشعب المصر عمل كل المطلوب منه مع هكتر كوبر المحمد نجهز مفاجآت للنيجر وبصمات اجيدي مع المنتخب تظهر غدا مش عايز انتخد مش عايز انتخد يعني مش عايزين نوسع المسئولية مش عايزين نوسع المواضيع يعني ده انا مشفق على اجيري لانه لم يضع بصمته حتى الان على منتخب مصر درب اول مرة يمسك المنتخب يمرن المنتخب يعني فيه حاجات كتيرة لكن خلينا نشوف لكن الراجل بقول حاجات كويس هكلمكو عليها دلوقتي اكد احمد المحمد الزاهر الايمان لمنتخب مصر وقائد الفراعن ان المكسيكي اجيري المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني رغم الفطر القصير التي تولى فيها الادارة الفنية بعد رحيل كوبر انه عمل بشكل جيد مع اللعبين ونجح في تحفظهم طريقة لعبه تابع المحمد في المؤتمر الصحف البراط مصر والنيجر قائلا لا اريد اهضار عمل اجيري بالحديث به حاليا ولكن غدا سوف ترون عمل جديد لأول مرة على مستوى المفجآت الخططية شدد قائد المنتخب الوطني ان جميع اللعبين ينتظرون غدا الدعم الجماهيري في مواجهة النيجر ان شاء الله وده دايما معودنا جمهورنا يا محمدي اللي هتتلعب بكرة ان شاء الله في برج العرب وانهم لهم دور ايجابي جدا انا نقطة مهمة جدا اجيري محمد صراحة كابتن الرابع للمنتخب يا ريت تجيب للكاميرا يا محمد لو سمحت شاكر هتلعب الكاميرا لو سمحت انا النقطة دي مهمة جدا يا جماعة في لعيبة مش محتاجة دي في لعيبة لان في الناس طلبت ان يبقى محمد صلاح كابتن منتخب مصر احنا مش على المستوى الاحترافي برازيل اسبانيا انجلترا ايطاليا عد احنا برا الشكل العام ده تماما فبالتالي اي واحد سواء في نادي اهلي زمالك منتخب مصر يبقى كابتن منتخب مصر انا شخصيا مرت بهذه التجربة مع شريك عمري ورفيق عمري كابتن خطيب في النادي الاهلي المحمدي هنا هتتحسب له كان كابتن منتخب مصر لكن محمد صلاح مش هتفرق معاه لان محمد صلاح بقى في حتة تانية خالص بالضبط زي انا ما كنت باتكلم على الخطيب وانا كنت الكابتن بتاع الخطيب لكن الناس هتقول ايه مصطفى يونس لعب مع الخطيب مش الخطيب اللي لعب مع مصطفى يونس لكن كابتن النادي الاهلي تختلف التاريخ دلوقتي بيقول ان انا اول واحد شال بطولة افريقيا فهنا الحتة دي في لعيبة ما تفرقش معاها زي الخطيب زي محمد صلاح زي فاروق عفر زي حسن شحاتة زي كابتن عالي بو جريشة كابتن الكبير في لعيبة كده لكن في لعيبة اللي زي حالتنا لا كابتن النادي الاهلي او كابتن منتخب مصر دي بتبقى حاجة مهمة جدا لكن لا انا عايز اكده ان صلاح ولا تفرق معا ولا تفرق مع صلاح فالناس بتلعب على الحيطة دي احنا عايزين نقف ومش عايزة اطول النقاجيري قال ان محمد رقم اربعة الكلام ده مش عايزين نتكلم فيه تعالوا بقى شوفوا الحاجة الحلوة بقى شوفوا شوفوا قيمة محمد صلاح مدرب النايجر منحته صوتي لمحمد صلاح في السباق الافضل بالعالم ولا نلجأ للسحر يعني شوفتوا محمد صلاح وصل لفين مش عشان النايجر مش عشان النايجر ده في العالم كله النهاردة كان فيه مؤطمر محاضر انجليزي كان بيحاضر في الجامعة او في مؤطمر جاي لابس فنالة محمد صلاح يا جامعة هو فيه احلى من كده وبرده زي ما انا طول عمر بتكلم في النوعية دي نوعية الخطيب نوعية حسن نوعية حزم امام كابتن على بوجريش فيه نوعيات كده من اللعيبة الادب والاخلاق ويه ويه مش مجرد لعيب كرة بس فمحمد صلاح ما اكتسبش ده مش عشان هو لعيب كرة بس عشان اخلاقيات محمد صلاح قبل الكرة فمحمد صلاح بقى ايقونة في انجلترا مش فعندنا احنا بس كمصريين احنا بس كمصريين